قدر وجغرافيا وتاريخ بيثبتوا إن الإجابة دايماً مصر وإن كل لحظة فارقة مصرية بيكون لها صداها في الإقليم وفي العالم الدرس الذي يتعلمه الصغار إن كانت مناهج الصغار سليمة إن مصر هي رمانة ميزان العالم وإن شعبها هو الحارس على الحضارة والقيم والأخلاق وإنه ما فيش لحظة عصيبة مرت بالإقليم إلا لو تصدت لها مصر تصديتم إنتم لها شعبنا النبيل الشجاع اللي زي ما الرئيس بيحب يصفه شعبنا الجدع إحنا شعب يحترم الجرأة من غير تهور نقدر الحسم وما عندناش مساومات إحنا أمة لها موقف واضح وتقف على أرض صلبة أمة تاريخها وحاضرها بيثبتوا إنها لم تتقاعس يوماً واحداً عن دعم أشقائها عن دعم كل الناس في الحقيقة كل الناس في كل العالم كل التحية والتقدير لهذا الشعب النبيل ولقائده الذي كما قلت لكم لم تضل بوصلة إطلاقاً منذ عرفناه لا مصرياً ولا عربياً ولا عالمياً أدعو الآن سيادة الرئيس كي يتفضل بإلقاء كلمته تفضل سيدي شعرف كبير سيادة الرئيس شعرف كبير بسم الله الرحمن الرحيم طيب اسمحولي قبل ما أبدأ في إلقاء الكلمة إن إحنا اسمحولي يعني نحنا نقف نقف جميعاً نقف جميعاً تقديراً واحتراماً وحداداً على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين اتفضلوا استرياحاً بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم السيدات والسادة شعب مصر العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواع السرور والفقر أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية جمعاتهم مصر والعروبة ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبداً وإن سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعينا هذا ونحن نسوغ للمستقبل عنواناً ونماهد له طريقاً وكما أتعاهدنا وكما أتعاهدنا معاً بأن تظل وحدة المصريين واستفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى والسابت الذي لا يقبل التغيير أبداً السيدات والسادة شعب مصر الأبي تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابخ التحديات التي تعانيها على مدار عقود كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازل وسيلة لفرد واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستلاء على الأرض ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وسمة عار على جبين الإنسانية كلها ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل الموقود والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة وقد تشكلت خليهة إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية تبعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة وقد كان قراري حاسما وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا بأن نكون في طلعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراصخ في وجدان أمتنا وضميرها فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرور بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار سبعة عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق شعب مصر العظيم لقد بزلت مصر جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب وذلك على كافة المستويات سياسيا قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بدرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة كما كثفت الدولة اتصالتها كما كثفت الدولة اتصالتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قصريا سواء من قطاع غزة أو الدفة الغربية إلى مصر والأردن واسمحوا لي أننا أتحدث قليلا في هذه النقطة إحنا المصريين كلنا كنا دائما لنا موقف متعاطف وإنساني واستقبلنا خلال السنوات الماضية في عقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر الأمر الذي أتكلم فيه دائما نقول أننا عندنا تسع ملايين من الضيوف يعني محد يستطيع يزايد علينا ويقول أننا لما نقول لن نقبل بتهجير قصري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا ما حدش يقدر يقول أن مصر ما لهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة لكن الأمر مختلف الأمر الذي أتكلم فيه أمر مختلف في الأشقاء والضيوف التي أتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة وأرضهم موجودة وباقية لهم لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخر عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا خط أحمر خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به إحنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقب بس محدش يتصور أبدا إن ده معناه ضعف أو تهاوى لهو ضعف ولهو تهاوى لا تهجير لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر ده خط أحمر بالنسبة لنا الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قصريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإدرار بالأمن القومي لدولنا وهنا أيضا أشكر دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت على دعمها للموقف المصري ورفضها لأي محاولات بهذا الشأن كما أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إكرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنسانيا كان القرار وإنسانيا كان القرار باستمرار فتح معب الرفع البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود وكذا استكبال الجرحة والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعابر أو المعابر وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بيدخالها إلى القطاع إلى قطاع غزة أقصد حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر وبما يبلغ 70% من إجمال المساعدات وهنا برة تانية أسمحوا لي أتكلم في النقطة دي أننا تحدثت بها في الخارج عندما التقيت بالمتطوعين من أبناء مصر ومناتها اللي بيقوموا بتسهيل وتقديم المساعدات إلى القطاع بقول لكم يا مصريين لازم تعرفوا أن معبر رفح لم يغلق أبدا لم يغلق أبدا وده لأن خلال الفترة اللي فاتت أنا بكررها تاني في ناس كتير يعني سمعت كلام من هنا وكلام من هناك وانتوا عارفين كويس أو أن احنا صادقين معاكم يعني وان شاء الله لا نجذب أبدا لا نجذب أبدا المعبر لن يغلق أبدا ولكن تم قصف المعبر أربع مرات من الجانب الفلسطيني حول مرة تانية لم يغلق المعبر معبر رفح أبدا ولكنه تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية أربع مرات على الجانب الفلسطيني وبالتالي كان مهم هو أن نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات وكان لابد أن نحنا ننتبه للإجراءات اللي احنا في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش كما خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمال 158 رحلة جوية وقد تكللت الجود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد وأمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف وهنا أنا أنا أتكلم إن شاء الله نبدأ الكلام ده من بكرة صواح بكرة الجمعة إن شاء الله شعب مصر الكريم وأكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابدين على أمننا القومي المقدس نبزل من أجل ذلك الجهد والدم متحلينا بقوة الحكمة وحكمة القوة نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناسة أن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك ولندعو الله أن يكل الجهودنا من أجل السلام بالنجاح وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق مستفين من أجل الوطن وأمنه تجمعنا القضية وثوابتها وتحية مصر وتحية فلسطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر